شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم دروس من الحرم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شهور أنفسنا وخصيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلنتجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول صفيه وخليل خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين أيدي الساعة بشيرًا ونذيرًا ودعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا بلغ المسالة وأدى الأمان ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد بالعلم والبيان والسيط والسنان حتى أتاه اليقين وهو على ذلك فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنك وقت فأتره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا نحمد الله تعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على ممن به علينا لأجعلنا مسلمين فإن الله عز وجل ينعم على من يشاء من عباده فيصطفيه ويقذب في قلبه نورًا يسلك به الصراط المستقيم ويخرجه به من الظلمات إلى النور والمؤمن إذا استشعر عظيمة منة الله عليه كان ذلك موجبًا لشهود فضله والإكثار من حمده والثناء عليه ولهذا من المهم أن نستشعر هذه النعمة التي من الله تعالى بها علينا أن جعلنا مسلمين تلفتوا وانظروا حولكم في أرض الله الواسعة كم هم الذين يطلبون النور ويؤملون إدراكه لكنهم لا يصيبونه ولا يحصلونه أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوي لا يستوي الأعمى والبصير ولا يستوي من هداه الله إلى النور ومن هو في الظلمات ليس بخارج منها فأحمد الله أيها المسلمون على هذه النعمة واشكروه عليها فإنها نعمة تستوجب حمدًا وثناءً لكن أكثر الناس يغفل عن حمد الله على هذه النعمة لأنه نشأ بين أبوين مسلمين وفي بلاد مسلمة أو في بيئة مسلمة ودرج على هذا الإحسان وغفل عن أن الله لو شاء لحرمه هذا النور هذا النور الذي به يسعد الإنسان في دنيا وفي أخرى لذلك احمدوا الله جل وعلا أن جعلكم مسلمين فله الحمد على ذلك كثيرا كما احمدوه جل وعلا على أن اصطفاكم وسلك بكم سبيل التعلم والتعرف على دين الله عز وجل فإن طلب العلم ومعرفته وشهود مجالس العلم نعمة عظمى يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده جاء في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فمنحة عظمى ومنة كبرى أن يمن الله تعالى عليك بطلب العلم وسلوك سبيل التعرف على إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم على معرفة ما تركه من جاء من هدى ودين الحق على معرفة هذا النور الذي به يدرك الإنسان وسعادة الدنيا وفوز الآخرة فإن الله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات مراتب عالية رفيعة كما سيمر علينا إن شاء الله تعالى في قراءتنا فأحمد الله أن اصطفاكم وجعلكم ممن يتعلم ويتعرف على دين الله ويقرأ ما كان عليه هديو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه نعمة تستوجب حمداً وشكراً احمد الله عز وجل على ما من به من الأمن في هذه البقعة المباركة والناس يتخطفون من حول هذه البلاد الطيبة فهذه نعمة تستوجب حمداً وشكراً وحفظ عليها بمعرفة فضل الله عليكم وإحسانه والقيام بحقه من تقواه وطاعته فإنه قد وعد المتقين بفتح بركات السماوات والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركات وليست بركة عطايا وهبات مناً ومنح من الله جل وعلا يمن بها على عباده المتقين فتحفظ النعم وتقيد بالشكر ومعرفة الفضل وتقوى الله في السر والعلن إن مما يحمد الله تعالى عليه ما يسر من هذه الدروس المباركة والدورات العلمية النافعة في هذه البقعة الطاهرة التي هي خير بقاع الأرض وخير بلاد الله مكة البلد الحرام فأحمد الله أن يسر لكم التعبد لله بحضور هذه المجالس وشهودها ومن حق أهل الفضل أن يشكروا وأن يدعى لهم وأن يذكروا بالجميل ولقد كان لرئاسة شؤون الحرم المكي وحرم والمسجد النبوي كان لها فضل في إقامة مثل هذه الدورات وتكرارها فلهم منا خالص الدعاء أن الله يسددهم ويوفقهم وعلى رأسهم الرئيس العام فضيلة شمعال الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السليس وفقه الله وكذلك الإخوة في التوجيه والإرشاد فلهم جهود مشهورة في ترتيب هذه الدروس وتنسيقها وإقامتها فأسأل الله لهم التوفيق والسداد والإعانة والهداية والتوفيق أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس والمجالس التالية في ستة أيام إن شاء الله تعالى نقرأ في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله وهذا الكتاب انتخبته واخترته بين كتبي هذا الكتاب المبارك والسفر الجليل لأن العلم مفتاح كل خير والمؤلف رحمه الله الإمام البخاري بدأ بكتاب بدء الوحي أول ما بدأ وتحدث عن بدء نزول القرآن على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وما أوحي إليه ثم عطف على ذلك كتاب الإيمان لأنه الثمرة الناتجة عن هذا الوحي فالوحي جاء بالإيمان ثم انتقل في ثالث الكتب إلى كتاب العلم وأتى به بعد البابين المتقدمين لأن العلم به يعرف ما أوحى به النبي صلى الله عليه وسلم وبه يثبت الإيمان وبه يزيد ويقر ويطيب فإن الإيمان يزيد بزيادة العلم فكلما ازداد الإنسان علما ومعرفة ازداد إيمانا ويقينا ورسوخا في قبول أخبار الله عز وجل والانقياد لما جاء به الشرع من الأحكام كتاب العلم كتاب جليل فيه من بيان فضل العلم وبيان آدابه وبيان حكم طلبه وبيان تفاصيله وطرق تحصيله وبيان مهماته ما أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به فقد أبدع المصنف رحمه الله في تصانيف تراجم هذا الكتاب وما جمعه فيه من الأحاديث والآتاء الإمام البخاري هو من أئمة الإسلام وأعلامه الهدى وهو ممن حفظ الله تعالى بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألف هذا الكتاب في القرن الثالث الهجري وكان قد تحرى فيه غاية طاقته ووسعه وجهده أن يجمع فيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحرى في ذلك غاية مراتب الصحة ومنتهى الطاقة في ثبوت ما أراد سياقه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أنفع الكتب لطالب العلم بل جدير بطالب العلم أن يديم النظر فيه فإنه حوى ثقها رواية ودراية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عز أن يوجد نظيرها أو أن يوجد مثيلها في المنقول من كتب أهل العلم والمحفوظ من دواوينهم ومؤلفاتهم ولذلك كان هذا الكتاب أصح كتاب من بعد كتاب الله عز وجل لشدة العناية به ولجميل صنع المؤلف في ترتيبه وتصنيفه واجتهاده في سياقه على نحو يثبت العلم ويزيده أيها الإخوة كتاب العلم كتاب اجتمل على بيان العلم فضلا وأدبا وحكما ومسائل وتفاصيل فقبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب والتعليق على أبوابه تراجمه وأحاديثه نسأل أنفسنا ما المراد بالعلم الذي صنف المؤلف رحمه الله هذا الكتاب ونظمه على هذا النحو لجمع مسائل العلم فيه وما يتعلق به المصنف رحمه الله بدأ الكتاب ببيان فضل العلم فقال كتاب العلم باب فضل العلم ولم يعرف العلم فمن مراد بالعلم الذي عقد المؤلف هذا الكتاب عليه أو عقد المؤلف هذا الكتاب له وجمع الأحاديث المتعلقة به إنه العلم بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو العلم هذا هو العلم الذي بيّن المصنف فضله وتحدث عن آداب طلبه وبيّن أحكامه ومسائله العلم المراد بالعلم في هذا التصنيف هو العلم بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وليّعلم أن العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوعان العلم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم نوعان وهما على مرتبتين في الفضل والمنزلة النوع الأول من العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم بالله هو العلم بالله والنوع الثاني من العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم هو العلم بالطريق الموصل إلى الله العلم بالطريق الموصل إلى الله إذن العلم الذي جاءت به الشريعة الذي في الكتاب الحكيم وفي السنة المطهرة نوعان علم يتعلق بالله عز وجل وهو التعريف به سبحانه وهو العلم به والنوع الثاني العلم بالطريق الموصل إليه كيف نصل إلى رضا الله كيف نحقق العبودية له هذا هو العلم الذي جاءت به الشريعة وكل الأحاديث الواردة في فضل العلم والحث عليه وبيان منزلة أهله ومرتبة حامله تعود إلى واحد من هذين النوعين إما علم بالله وإما علم بالطريق الموصل إلى الله يقول قائل ما المراد في العلم بالله ما تقصد بالعلم بالله العلم بالله هو التعرف على الله جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليه من نوح إلى خاتمهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه جاءوا جميعاً بالتعريف بالله جاءوا بالله معرفين يعرفون الخلق بالله على هذا اجتمعت كلمة الرسل من أولهم إلى آخرهم لكن نصيب التعريف بالله بالله في هذه الشريعة المطهرة أعظم من كل ما جاءت به الرسل جميعاً فكان نصيب بياني ما لله من الكمال والتعريف به في هذا الدين في هذه الرسالة الخاتمة أعظم من ما جاء به موسى أعظم من ما جاء به عيسى أعظم من ما جاء به جميع النبيين صلوات الله وسلامه عليه فكان التعريف بالله في هذه الشريعة قد بلغ الغاية والمنتهى فليس وراء تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بالله تعريف وليس ثمة طريق يعرف به الخلق ربهم الذي يعبدون أكمل من الطريق الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فقد بلغ الغاية في التعريف بالله ولو عجب في ذلك فهو أعلم الخلق بربه كما قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأعلمكم بالله فهو أعلم الخلق بالله وبالتالي تعريفه أكمل تعريف وبيانه أكمل بيان عرفه جل في علاه عرف نفسه سبحانه في كتابه الذي جاء به رسوله تعريفا بينا واضحا فالقرآن كله تعريف بالله ببيان أسمائه الحسنة وصفاته العلا وأفعاله الجميلة وحقوقه الواجبة وشرائع الدالة على عظيم إتقانه وبليغ حكمته ونافذ حكمه جل في علاه فكان القرآن دائرا على بيان مهل الله من الكمالات على التعريف بالله هذا هو العلم الأول فمثلا عندما تقرأ قلوا الله أحد الله الصمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد تتعرف على من بهذا أنت تتعرف على الله ولهذا جاء في الصحيح بل في الصحيحين أن رجلا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان يصلي بأصحابه فإذا جاء إلى ختم القراءة في كل ركعة ختم بقراءة قل هو الله أحد الله الصمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد فاستغرب الصحابة من صنيعه كيف يفعل هذا ولم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لم يكن يختم كل قراءة بقراءة الإخلاص بل كان يقرأ بما تيسر ثم يركع دون أن يختم ذلك بقراءة سورة الإخلاص فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه خبر صاحبهم أنه كان إذا قرأ في صلاته يقرأ ثم إذا أراد الركوع ختم بقراءة سورة الإخلاص فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما يفعل ذلك لما يصنع ذلك وهذا هو الشاهد فذهبوا إليه فسألوا فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها هذا صحابي تدبر معاني هذه الآية فأحب ما فيها من التعريف بالله جل في علا فكان يختم كل قراءة بقراءة الإخلاص فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بقوله إنها صفة الرحمن وأنه يحب أن يقرأ بها فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه هذه المنزلة العالية أن تبلغ مرتبة يحبك فيها الله عز وجل هي من أعلى المراتب هذه المرتبة هي تمرة العلم بالله هذا الصحابي لم يكن يكرر هذه السورة لفظا قل هو الله أحد الله صمد دون أن يقف عندما عانيها عندما يقرأ قل هو الله أحد يوقن أن الله لا شريك له في إلهيته لا شريك له في ربوبيته لا شريك له في أسمائه وصفاته لا شريك له فيما يجب له من العبادة سبحانه وبحمده فيتذكر أنه أحد فينفي عنه شركة كل شريك كذلك إذا قرأ الله الصمد وقف عندما عانيها عرف ما معنى الصمد وأنه الله الذي تصمد له الخلائق فكل الخلائق في السماوات والأرض وفي البر والبحر تقضى حوائجها من قبله جل في علا فالصمد هو الذي يتوجه الخلق إليه في حوائجه فيقصدونه سبحانه في طلب الحوائج نحن كلنا في صلواتنا وفي أديتنا نسأل الله مسائل من الذي يقضيها الله جل في علا يقضيها الصمد الذي تتوجه له القلوب وتلهج بذكره الألسن سبحانه ومحمده لقضاء الحوائج هذا من العلم بالله جل في علا وهذا من العلم العظيم الرفيع الشاد العلم بالله أعلى مراتب العلم وهو الذي قال فيه جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء وهم العالمون به العارفون وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الشهيرة التي رواها أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة فإن التعرف على الله لا يكون إلا بعد العلم به وبعد معرفته جل في علا هذا هو العلم الأول وهو أشرف العلوم والعلم الثاني النوع الثاني من العلم هو العلم الذي يعرف به كيف يوصل إلى رضا الله كيف يتحقق كيف تتحقق العبودية له جل وعلا وهو العلب الصلاة وأحكامها العلب الزكاة وأحكامها العلب الصوم وأحكامه العلب الحج وأحكامه العلب الجهاد وأحكامه العلم بالمعاملات البيع والشراء وأحكامها العلم بسائر أنواع المعاملات التي تكون بين الناس من المعاوضات وغيرها كل هذا من العلم بالطريق الموصل إلى الله عز وجل وهذا علم ضروري لأن من عرف الله لا بد أن يقوم في قلبه طلب ربه والرغبة في الوصول إليه ولن يصل إليه إلا بإيش إلا بتحقيق العبودية له بامتثال أمره وسلوك الصراط الموصل إليه والصراط الموصل إليه هو تحقيق العبودية لله في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوت وفي الحج وفي أداء الفرائض إذا تحقق للعبد الجمع بين هذين الفضلين بين فضل العلبه والعلم بالطريق الموصل إليه فإنه يصل إلى الذروة من الخير وإلى الغاية من السعادة وإلى المنتهى من المطالب إنه يصل إلى محبة الله جل في علا ولذلك جاء في الصحيح في حديث الولاية الشهير رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من آذى لي ولياً فقد أذنته بالحرب ثم قال في بيان كيف تحصل الولاية من آذى لي ولياً فقد أذنته أي أعلمته بالحرب كيف تحصل هذه المرتبة؟ قال يقول الله تعالى وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَطْتُهُ عَلَيْهِ ثم قال وَلَا يَزَالُ عَبْدِي هذه المرتبة الأولى أداء الواجبات والفرائض ثم المرتبة الثانية وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ حَتَّى أُحِبَّهِ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها معي تسديد وتوفيق وهداية وإرشاد هي ثمرة محبة الله العبد حتى أحبه حتى يحبك الله فإذا تحقق لك هذان العلمان العلم بالله والعلم دايش يا إخواني في الطريق الموصل إليه أبشر فإنك تبلغ هذه المنزلة يحبك الله فيكون سمعك وبصرك ويدك ورجلك التي تمشي بها يؤيدك ويسددك يحفظك ويعينك ولئن استنصرته لا ينصر أمك ولئن استعذته لا يعيدنك فهذه منزلة رفيع عالية إذن يا إخواني العلم نوعان العلم الذي جاءت به الشريعة نوعان علم بالله نعم واثنوع الثاني العلم بالطريق الموصل إليه بأيهما افتتحت الرسالة سؤال بأي نوعي العلم افتتحت الرسالة والوحي بالنوع الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق تعريف بالله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بدأت الش بدأ الوحي بايش بالعلم بالله عز وجل ثم جاءت بعد ذلك الشرائع ولذلك لماذا ختمت سورة اقرأ ختمت بالنوع الثاني من العلم وهو ايش فاسجد واسجد واقترب هذا النوع الثاني من العلم وهو العلم بالطريق الموصل إليه بعد التعريف بالله جاء التعريف بالطريق الموصل إليه واسجد واقترب أي اقترب إلى ربك بطلب مرضاته ونحن كل طاعة نتقرب بها إلى الله نقترب إليه كما جاء في الصحيح من حدث أبي هريرة ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة فضل الله وبره وإحسانه وعطاءه وإقباله على عباده هذا يا إخواني أمر يبين لنا شريف ما نشتغل به في مثل هذه الحلقات إننا نتعرف على الله ونتعرف على الطريق الموصل إليه كل هذه الدروس العلمية بشتى صنوفها وتفن أبوابها واختلاف أنواعها تحقق واحد من هذين الغرضين إما أنها تعريف بالله وإما أنها تعريف بالطريق الموصل إليه جل في علاه نحن في كتاب العلم سنقرأ فضلا هذين العلمين والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من يسلك هذا الطريق فإنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلك بنا وإياكم سبل السلام وإن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المفحين نقرأ بعون الله وتيسيره وتسديده ما ذكره الإمام البخاري ورحمه الله في كتاب العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه قال رحمه الله تعالى كتاب العلم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله عز وجل ربي زدني علما المؤلف رحمه الله الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزب البخاري وهو من أئمة الإسلام وعلماء الأمة الكبار الذين حفظ الله بهم الدين قال رحمه الله كتاب العلم وكتاب العلم أحد كتب صحيح البخاري الذي جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سننه وأيامه وبيننا المقصود بالعلم عندما تحدثنا في المقدمة وأنه علم بالله وعلم بالطريق الموصل إليه تصنيف المؤلف رحمه الله لكتاب العلم هل هو أمر ابتكره؟ الجواب لا كل أصحاب السنن وكثير من أهل العلم المؤلفين في دواوير السنة كتبوا في العلم والكتابة في شأن العلم على نوعية إما كتاب إما كتابة مضمنة ضمن مؤلف كما هو الشأن في صحيح البخاري فإن كتاب العلم من جملة كتب هذا الكتاب وهذا السفر الجامع الصحيح المختص وعلى هذا النحو جرى أصحاب الكتب الستة فالإمام مسلم رحمه الله ضمن كتابه الصحيح جملة من الأحاديث المتعلقة بالعلم وجعلها في أبواب معدودة وكذلك الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة كلهم جمعوا ما يتعلق بالعلم في أبواب إلا أن أكثرهم تصنيفا وترجمة هو الإمام المخالي رحمه الله فإنه ذكر فيه قريبا من ثمانين حديثا وبعده النسائي رحمه الله فقد ذكر قريبا من خمسين حديثا وبعد ذلك يتنازل الأمر إلى ثلاثة عشر حديث ذكرها الإمام مسلم في صحيحة فكل العلماء من أصحاب السنن خصوا هذا الكتابة وهذا الباب بعناية فجمعوا الأحاديث المتعلقة بالعلم هذا النوع الأول من التصنيف وهو ما جعل وهو أن يضمنوا كتابا من يضمنوا مؤلفاتهم كتابا يتصلوا بالعلم ويأتي على أحاديثهم النوع الثاني هو أن يفردوا العلم بمؤلف مستقل وعلى هذا جرى جماعة من الأئمة من أبرزهم وأوسعهم الإمام ابن عبدالبر أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله فهو من أوسع الكتب في جمع ما يتعلق بالعلم وفضله وأحكامه ومسائله ومنه أيضا أخلاق العلماء للآجري ومنه أي من هذا النوع الذي أفرد العلم فيه بمؤلف مستقل أدب الإملاء والاستملال السمعاني وكتابة تذكرة تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة والمؤلفات في هذا كثير المقصود أن العلم تناوله العلماء على نحوين منهم من ضمنه كتابا من كتبه وخصه بعناية بجمع الحديث متعلقة به ومنهم من أفرده بكتاب مستقل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة